نسمع تعبير اسمه هوليوود سمايل ابتسامة هوليوود هل كلنا عايزين نبقى زي الفنانين دول؟ ممكن نبقى زيهم؟ هو أمل لكل الناس انها تبقى شبه النجوم دول؟ هو طبعا ممكن اي حد يوصل لابتسامة هوليوود لكن ابتسامة هوليوود هو ترند او مصطلح كبير جدا وصراحا هو ظلم التجميل يعني موضوع ابتسامة هوليوود انه تبقى الاسنان بيضة قوي ومرصوصة بشكل معين لكل الناس يرجعن برضو الحتة ان ده مش لايق على كل الناس وده مش مظبوط وصناعي قوي وبين فيك قوي ساعات يا دكتور امن يكون كل المطلوب ان احنا مثلا نشيل حاجة بالليزر من الليزة صغيرة جدا ومجرد نعمل تبيض للأسنان ممكن ده كفاية جدا علشان حسب الكيس يعني توصل لابتسامة لايق عليها جدا او لايق عليها جدا ومظبوطة ومش فيك ويكون مش محتاجة اكتر من كده مش مزيفة ومش مزيفة اه يعني تكون طبيعية جدا يعني ماينفعش اروح لك العيادة اقول لك عملني زي فلان عملني زي كلوني بس بالظبط هو ينفع ينفع لا لا مش كلوني بالظبط بس هل هيليق عليك ولا لا ده واجبي يعني انا واجبي ان اقول لحضرتك والله ده ممكن ما يليقش عليك ممكن يبقى شكلك بين اوي انك حاجة صناعية الحاجة التانية ان مش كل الاجراءات الطبية بتناسب حتى حالة صحية للأسنان ايوه يعني ممكن يكون فيه اجراء طب هيخلي شكل أسنانك كويس لكن هو مش مناسب للحالة الصحية وللقورة الهيجيم بتاعتك والعداد بتاعتك او الانتظام في العناية بالأسنان يعني ممكن حد يجي يطلب عايز يعمل فينيرز عايز يعمل القشرة الخارجية على الأسنان هي مناسبة لي وهتخلي شكله كويس جدا بس مع الاهتمام العداد بتاعته في الاهتمام لا هنطلب تغييرها الأول ومش هنطلب تغييرها يعني عمله فينيرز وقوله غير انا لازم اشوف التغيير بعناية الأول والتغيير مش سهلة دكتور والتغيير محتاج تغيير ثقافة عمتها ايه طبعا طبعا على ذكر الفنير بقى الناس يعني النهاردة بتقول طبيض لا فنير هل ده برضو بالطلب ولا برضو حسب الحالة ولا حسب حالة الأسنان طبعا هو حالة الأسنان لازم يكون مراعاة لها في كل الإجراءات الطبية لكن بالنسبة الفرق الجوهاري بين موضوع الطبيض والفنير ان احنا لازم نشرح للمريض كويس ان الطبيض هو عملية مؤقتة يعني احنا بنتكلم في 6 شهور وماكسيمام سنة هياخد لون أبيض شوية افتح من 3 ل 5 درجات عن اللون اللي موجود وده كمان مؤقت وغير انه هو مؤقت ما بنقدرش نغير فيه أي حاجة يعني مجرد بمبيض الأسنان اللي موجودة فلو فيها حاجة معوجة حاجة لفة حاجة قصيرة حاجة طويلة بنعدلهاش لكن الفنير هو بيدينا لون سابت يعني لون سابت دايم ما بيتغيرش كمان ولا بيتأثر بالتسبغات ولا الشاي ولا القهوة ولا كده الحاجة التانية ان احنا نقدر بقى نعمله مع الفنير تصميم امتسابة يعني نغير أبعاد الأسنان طول وعرض والحاجة رجبة فوق حاجة تتعدل وكلم دايمة بيستمر بيها بيستمر بيها كلون يعني فترة أطول وكمان التعديلات اللي حصلت يعني نقدر نعدل كمان في الرصة والشكل بتاع الأسنان لكن الطبيض لا طبيض ترجمة نانسي قنقر